أنهت البورصة المصرية التعملات على تباين لأداء المؤشرات الرئيسة بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب بينما ملت تعملات المصريين والعرب للشراء وربح رأس المال السوقي نحو 247 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 729 مليار و200 مليون جنيه على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 4 من 100 بالمئة ليغلق عند مستوى 11.568 نقطة كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 6 من 100 بالمئة ليغلق عند مستوى 1885 نقطة وترجع مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 6 من 100 بالمئة ليغلق عند مستوى 2992 نقطة